السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بحضراتكم معكم أحمد عبدالهدي من قناة مصر لما قيادات دول الناتو اتجعصوا وتشالوا وتهبدوا وعقدوا اجتماع ليهم في قلب بروكسل في سبيل أن هم يقروا الكثير من الدعم لأوكرانيا وقالوا بالحرف الواحد إحنا هندعم أوكرانيا بأسلحة متطورة وبعيدة المدى لحظتها الكثير من التحليلات الإخبارية قالت بالحرف الواحد كده المسألة اتحسمت لصالح أوكرانيا وأن روسيا فعلاً ثبت بالدليل القاطع أن هي انجرت للمستنقع الأوكراني وبالتالي هيتم توجيه ضربات غير عادية لروسيا بعدها هتنسحق تماماً ورغم ذلك على عكس كل هذا الكلام بلا استثناء قلت لحضراتكم بلحظتها أو تتخيلوا أن حرب روسيا وأوكرانيا مستمرة بالمعنى المباشر أو تتخيلوا أن أي نوع من الأسلحة سيقدم في مرحلة تالية لأوكرانيا هيكلوا تأثيروا على أرض الواقع لأن روسيا انتصرت ورقبت رجليها ورقبت ودلدلت رجليها وخلاص بعدش حد هيقدر يزحى عن الأراضي اللي سيطرت عليها قلت الكلام ده لحظتها وقلت كمان لحضراتكم بالحرف الواحد محاولة الإعلان عن دعم أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة تحصيل حاصل عبارة عن فرقعة بيحاولوا يحفظوا ماء الوجه بتاعهم قدام الشعوب بتاعتهم وقدام الرأي العام الدولي لأنه ما عادش فيه أسلحة في قلب المخازن بتاع الدول الناتو بعض الناس ما كانتش مسدقة بعض الناس كانت بتهاجمنا المفترض جدلا أن المستشار الألماني أولاف شولتس هيزور البيت الأبيض بعد أيام قليلة المفترض جدلا أنه تم الاتفاق على أن ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية هيدعموا إكرانيا بدبابات متطورة ليوبرد وأبرامز من أمريكا ومن ألمانيا طبعا بعد ما تم الاتفاق على ذلك فجئنا بعدها بأيام قليلة ألمانيا قالت أسفى جدا مش هقوم بدعم أوكرانيا بالدبابات بتاعتي إلا إذا أمريكا دعمت أوكرانيا بدباباتها وما فيش دبابات أحصل من دبابات طبعا التصريحات فضحت الكل لأن كان الدعم الجديد معتمد على هذا النوع من الدبابات دبابات إبرامز من أمريكا ودبابات ليوبرد تو من ألمانيا فجئنا بأن ألمانيا تراجعت عن ذلك في أعقابها يعني من حوالي شهر ونص بالزبط ثم فجئنا بأن المسألة اتلمت إعلاميا وكافوا على الخبر مجور وبدأوا يكتموا على التصريحات بتاعتهم طب إلا حصل سمعنا أن في بعض الدبابات وصلت أوكرانيا كلام ده مش مزبوط لا ألمانيا بعتت ولا أمريكا بعتت ده كله فرقعة في الهوى عارفين بأمرت إيه؟ بأمرت التصريحات اللي انطلقت منذ ساعات قليلة على لسان جيكسيلفون مستشار الأمن القومي الأمريكي اللي فضح الدنيا فبدأت ألمانيا تدك بتصريحاتها وطبعا دوروا الدك في بعضهم واشتعلت الحرب ما بين الطرفين ما بين ألمانيا وما بين أمريكا ما شفوهم شو هما بيسرقوا شفوهم وهما بيتخنقوا مستشار الأمن القومي جيكسيلفون قال أن جو بايدن قرر عدم إرسال دبابات أبرامز لأوكرانيا لأن قادة الجيش الأمريكي أخبروا أن هي مش هتكون مفيدة في ساحة المعركة واقترح المساعدين بتوعوا أن دبابات ليبردتو الألمانية هتكون أفضل في ساحة المعركة إيه ده؟ علي التطلاق من مرات واحد صحبي؟ يعني أنت بتقول أن الدبابات بتاعت مش نفعة في أرض المعركة إنما الدبابات بتاعت ألمانيا حلوة تمانتوا اختلفتوا قبل كده طيب منتوا دخلتوا في صدام قبل كده ثم تم التكتم على القضية دي ومنقشة هذا الموضوع تم التكتم عليه تماما إيه اللي جد بقى النهاردة؟ اللي جد حضرتك أساسا أنه هم فضحوا بعض طبعا حضراتكم فاكرين الحلقة اللي احنا كنا نشرناها إزاي أن الولايات المتحدة الأمريكية بتستفيد بشكل قوي للغاية من الحرب الأوكرانية وإزاي أن هناك مليارات الدولارات اللي تم تحويلها للخزينة الأمريكية من الأسلحة اللي تم بيحها سواء إذا كان لأوكرانيا أو لدول الناتو فطبعا أمريكا بتورد دول الناتو هم اللي يقدموا الدعم لأوكرانيا وهي تستفيد بالفلوس البيج جيكسلوفن قال كمان المشكلة دلوقتي إن ألمانيا بلغت جو بايدن إن هي مش هترسل دباباتها إلا بعد إرسال أمريكا دباباتها خلاص اتحصمت أنا عبعد دبابات؟ أنا مش هبعد إلا ما أمريكا تبعد طب يا أمريكا إحنا شايفين إن الدبابات بتاعتك هي اللي كويسة إيه دا؟ إيه شغل الاستنطاع دا؟ جيكسلوفن بيقول عشان كده ومن أجل وحدة الهدف والتحالف ولضمان حصول أوكرانيا على ما تريد سترسل أمريكا دبابات أبرامز إذا أرسلت ألمانيا دباباتها أولا شغل عيال ألمانيا بتقول أنا مش هبعد دبابات إلا إذا أمريكا بعتت أمريكا أعلنت رسميا على إلسان جيكسلوفن أنا مش هبعد دبابات إلا إذا ألمانيا بعتت الأول ابعت أنت الأول لا 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 أنت تبعت الأول لا لا أنا مش هبعد أنا الأول انتر لازم تبعت الاول هو ده اللي بحصل حضراتكم عشان تتأكدوا ان كل تحليلات قناة مصر طلعت مظبوطة وان كل التصريحات اللي كانوا بيطلقوها قلنا عنها بالحرف الواحد مجرد تصريحات للفرقعة شوفوا بقى الفضيحة التانية او استكمال الفضيحة دي المتحدث باسم الحكومة الالمانية والفونجانج بوشنر انكر تصريحات جيك سيلوفن وانكر تقرير نشرته مجلة بوليتيكو حوالين اشترات المانيا ارسال امريكا دبابتها اولا يا جماعة احنا ما طلبناش كده طبعا الحكومة الالمانية بتحاول تلم الدور زي ما لمته في البداية لكن الموضوع فرقع غصبا عن الكل لما الحكومة الالمانية اعلنت عن ذلك رسميا وقالت احنا ما قلناش الكلام ده ايه اللي حصل حضراتكم احنا وامريكا متفقين على ارسال الدبابات ومش مختلفين يعني احنا عمرنا مختلفنا مع الولايات المتحدة الامريكية واحنا متفقين على ان احنا نبعت الدبابات واحنا متفقين على كل حاجة واحنا ما طلبناش اساسا ان امريكا هي لتبعت الدبابات الاول اللي حصل ايه حضراتكم المتحدث باسم الحكومة الالمانية كان بيعلق على تقرير نشارته مجلة بوليتيكو ان هي كشفت السطار عن ان المانيا اشترطت ذلك انا مش هبعت اللي اذا انتوا بعدتوا طب وجيكسيلفون وتصريحاته حاولوا كمان هم ينكروها الصحيفة الامريكية اكدت ان لديها شهود ووسائق ان المانيا اشترطت ارسال امريكا للدبابات اولا وان تصريحات جيكسيلفون مزبوطة يعني الحرب اللي شغالة ما بين الطرفين حرب اسفل الطربيزة لكن هم مش عاوزين يعترفوا بيها لان الفضيحة بتاعتهم بقت بجلاجل وده كله يكشف لحضراتكم ايه اللي بحصل في الخفاء قضية الدبابات تعود للوجهة واستياء امريكي من الموقف الالماني طبعا وقادي التقرير وقادي تفاصيله عشان تعرفوا حضراتكم ان اللي بحصل اسفل السطح مختلف تمام الاختلاف عما تعلن قيادات النيتو اشتركوا في القناة